محمد نصيف أو أبوائل كما يعرف في الأوساط العسكرية والسياسية داخل البلاد وخارجها تسلم أحد أهم المناصب الأمنية وهو في الثلاثينات من عمره بتوليه رئاسة فرع الأمن الداخلي الذي أقام فيه لمدة قاربة العشرين عاما أشرف فيها على عمل الجهاز مواكبا ومتابعا خضات كبيرة في سوريا بينها حرب 73 وحرب لبنان في الـ 75 والصراع مع حركة الإخوان المسلمين في الثمانينات وانتصار الثورة الإسلامية في إيران حين لعب نصيف بناء على توجيهات الرئيس حافظ الأسد فيها دورا كبيرا في تهيئة أسس علاقات سوريا الإستراتيجية مع إيران فكان المهندس الأكبر لهذا التحالف ونسج أبوائل علاقات ثقة وثيقة مع سياسيين لبنانيين وعراقيين وأكراد وإيرانيين كما عرف عنه اطلاعه على العلوم الدينية فكان مسامرا ومجادلا عميقا لرجالات الدين الشيعة والسنة ويعتبر نصيف الذي استقر في مكتبه معاونا لنائب رئيس الجمهورية منذ حوالي سبع سنوات تقريبا من أهم رجالات الأمن في سوريا على الإطلاق ولد في العام ستة وتلاتين وتزوج متأخرا فرزق ولدا وحيدا اسمه وائل نسبة للقبه الشهير وهو متحدر من قرية اللقبة من ريف مدينة مصطياف التابعة لمحافظة حمى ترجمة نانسي قنقر